تحول كبير في عقيدة حلف النيتو العسكرية بدى وضحاً في رغبة الحلف في توسيع قاعدة الدول المنضمة تحت لوائه والتي كان آخرها السويد وفنلندا ويبدو أن افتقار الحلف للعناصر البشرية أهله لقبول طلبات الانضمام إليه في الآونة الأخيرة مع الأخذ في الاعتبار حرص النيتو المعلن فقط على انضمام أوكرانيا له وهو الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في اندلاع الأزمة مع روسيا التي تريد تجنيب حدودها آليات النيتو وجنوده توسع النيتو ربما يحمل أيضاً أجندة سياسية في كبح تنامي التحالف الروسي الصيني بزرع آليات عسكرية على حدود روسيا كمصدر إزعاج أو خطوة رادعة في حال قرارت موسكو أي تحرك يهدد مصالح الغرب وهو الأمر الذي فطن إليه الرئيس الروسي بوتين واستعد له من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا للسيطرة على مناطق حدودية يقبل هو نفسه الاشتعال فيها بعيداً عن أبواب روسيا القوى الغربية وبدعم من الولايات المتحدة لطالما أسرت على إطلاق قذائف من التصريحات نحو موسكو بغية تحقيق تراجع روسي أو حتى أن تحظى بأن يفكر بوتين مالياً قبل الاشتباك مع قوتين عظميين هما الغرب والولايات المتحدة موسيقى فهل يحمل توسع الناتو تشكيل خريطة أمنية جديدة لأوروبا؟ وهل ستصبح أوروبا أكثر أمناً أم العكس؟ مع تزايد الرفض الروسي لتمدد على أراضي دول مجاورة لها والجميع يترقب نتائج التصعيد المحتمل ما بين الناتو وموسكو موسيقى